الآن نتكلم عن الطائف التي لا زالت مدينة الطائف تستقبل السياح والزوار من جميع المناطق والمحافظات من داخل المملكة وخارجها بأجواء أهل عليلة والجميلة حتى يستمتعون بأجواء الطائف وورد الطائف والأماكن السياحية المتنوعة نستعرض هذا الجمال من الطائف مباشرة الزميل لتركي الأحمري الرحب فيه أكيد ونمسي عليه بالخير ونعرف تفاصيل أكثر عن الجمال الموجود في الطائف بساك الله بالخير تركي يا أهلا مجاهد مستك الله بالخير والسعادة والنور ويا مرحبا أنت والزملاء عندك في الكنترول اليوم طبعا الجولة مختلفة كنا في الأيام الماضية مجاهد يعني في الشفاء في الهدى في الرد في مواقع الفعاليات والاحتفالات من بعض المواقع اليوم حبينا نغير المود شوية اليوم نحن أخذكم في جولة نبين لكم الخيول العربية الأصيلة وكيفية التعامل معها والتدريب عليها من خلال هذا المكان وهذا المربط للخيول العربية الأصيلة اللي احنا موجودين فيه الآن المكان جميل يا مجاهد مجهز بالبيئة الجميلة للطائف ومن خلالها بعد نشوف الخيمة البذوية موجودة بكل محتوياتها بكل طرازها التراثي القديم لكن هنا خلفيتنا الآن زي ما تشوفها مجاهد هذا المضمار موجود فيه الخيول تستعرض قدام الناس اللي بيزوروا المربط وخاصة في فترات المساء طبعا بحكم أن الوقت لسه بدري شوية هنا لكن بعد المغرب حتشوف الازدحام الشديد في هذا المكان ينضم معي على الهواء مباشرة الآن الدكتور منصور الغامدي المسؤول عن الفعاليات والأنشطة في هذا المربط وهذا المكان الجميل اللي يوضح الكثير من المعلومات حياك الله يبو عبدالله يا هلا حياك الله أخوي تركي وحيا الله قناة الأولى هذا القناة الجميلة التي دائما نشاهدها معنا وحضورها المميز حقيقة هذا المكان أكاديمية الفيروز للخيلة العربية الأصيلة هذه الأكاديمية معتمدة من الاتحاد السعودي للفروسية ما شاء الله تبارك الله فيها الغزلان وفيها الخيول وفيها الصقور وفيها حتى الكافيهات التدريب النسائي التدريب الرجال مضمار خاص بالنساء ميدان خاص بالنساء ميدان خاص بالرجال المدربات أيضا من النساء خاصين للنساء وأيضا للرجال خاصين فيهم الرجال شهاداتهم معتمدة من الاتحاد السعودي إضافة إلى المكان الجميل هذا المكان ما شاء الله تبارك الله يعني ما شاء الله تبارك الله كذا فعالية وكذا حضور وأكثر خاصة أننا أجواءنا جميلة في الطائف الاتصالات بدأت تأتينا يعني حتى من خارج المملكة ما شاء الله على الأجواء يعني راحة وخاصة عائلية وممتاز وميزة وضفت شيء جديد أبو عبد الله يعني للطقوس للإجازة الصيفية وأجواءها صراحة طيب أبو عبد الله أنا لو بغيت أتدرب على الخيل عندكم هنا كم حستغرق من الوقت يعني أنا ومجاهد يمكن مجاهد معي الزميل في الاستوديو مسترانة كبار شوية أبو عبد الله في السن لا أنا ولا مجاهد إذا أنا ما أقرب الخيل أنا كل يوم أجي بس أمسي عليه وأروح حاول فيه أن يتدرب لكن هي ما شاء الله تبارك الله هي الأربع حصص في الشهر هذا اللي يبدأ يتقن المبدع الجديد أيوة وبعدها اللي يتمتع في الخيل يأخذ ست حصص في الشهر وبعدين 12 حصص والله العظيم أكثر اللي يتدربوا في هذه الأكاديمية أربع حصص ما شاء الله لأن المدربين المدربين معتمدين من الاتحاد السعودي إضافة من انفاجآت أبناء الأكاديمية حصلوا على 13 بطولة دولية وهو 17 بطولة محلية وأحد أبناء الأكاديمية سيمثل المملكة العربية السعودية في بطولة كاس العالم للفروسية للقفز يعني ما شاء الله الأبناء متأهلين لهذا الشيء طبعا الخيلة العربية الأصيلة أبو عبدالله زي ما تعرف لها أصالة ولها عمق تاريخي في تاريخ العروبة وتاريخ العرب والمسلمين بطبيعة الحال يعني كيف تسلطون الضوء على هذا الجانب وخصوصا للشباب الجدد في مجال التدريب على الخيول على المجال ممتاز الأكاديمية الخيول اللي فيها خيول عربية أصيلة حتى الولادة وهذه برضو خيول عربية أصيلة ما شاء الله تبارك الله أنشأنا أو فعلنا كذا فعالية من ضمن الفعاليات حتى أسماء الخيول وشهاداتها وأبرزناها للناس عبر الشاشة عرفوا أن هذه الخيول أغلبيتها ولدت هنا في هذا والعناية من أصحاب الأكاديمية أبناء العم عبادة الخماش ما شاء الله تبارك الله هم في الأصل فرسان العائلة عائلة ما شاء الله مهتمين في الخيل ومركزين على أصالة الخيل على الخيل الخيل الجمال الخيل القافز القيول العربية الأصيلة جميل جميل الله يعطيكم العافية أبو عبد الله طبعا الفعاليات هنا جميلة ورائعة والناس حريصة على معرفة شيء جديد بعد اللي ما يعرف عن الخيول العربية ولا عنده معلومات عنها مثلا ممكن يجي هنا ويشوف يعني على الطبيعة معلومات مفيدة يعني نعم ما شاء الله تبارك الله يعني قد صارت إحدى الحلقات هنا فكانوا أكثر الناس يعني يوم دخلوا المربط وشافوا لماكن الغرف حق الخيل وهذا يسألوا هل هذا الخيل من الخيول العربية طبعا يبرزونهم وشهاداتهم ويعلمونهم وولاداتهم وكل شيء ما شاء الله حتى بناء الأكاديمية ملمين بالخيل لأن الخيول اللي هنا تحت أيديهم تحت دريبهم كل شيء خيول عربية ومسرة فرسان هم من الأصل نعم أبناء العم عبيد الخماش قصتهم إنها كان الموقع هذا عائل جابوا خيلين ثلاث لتدريب أبنائهم فما شاء الله انطلقوا الأبناء حتى أصبح مربط فدخلوا بطولات وبدوا يحققون بطولات يعني 17 بطولة محلية و13 دولية هذا إنجاز وبعدها ما شاء الله بدت أصبحت أكاديمية أكاديمية لتدريب الخيل معتمدة من الاتحاد السعودي للفروسية الله تك العافية شكرا لك دكتور منصور الغامدي المشرف على موقع هذا الموقع الجميل والرائع بالفعاليات والخيل العربي الأصيلة لا تنسى الغزلان ولا تنسى الصقور حتى الغزلان اللي هنا ما شاء الله تبارك الله منذ ولادتها في تربيتها حتى الغزلان أليفة مع الأبناء تلعب مع الأطفال إضافة إلى الصقور فحقيقة أنا لاحظ أن أكثر العوائل اللي يجون هنا والمتنزهين سبحان الله ما يبغون يطلعون يعني إن كان يبغون رفاهية لأبنائهم في موجودة يعني الملاهي موجودة إن كان يبغون أبنائهم يطلعون الخيل الخيل موجودة علماً إنه كل خيل معاهم درب ما يخلون الطفل لكل فرس فارسها وخيالها نعم وإذا أنت حبيت الآن أنت والحب والله أنا ما أقدر الوحدي ما أقدر إلا أن كان الزملاء في البرنامج والمجاهد عنده استعداد نكون يعني سوا ما في مشكلة لا شراك مجاهد نطلع تركي الآن ما قصرت يا مجاهد أنت عندك استعداد تخوض التجربة ولا كيف الخيل موجودة بس باقي يعني عزيمة وصرار منك ونأخذ دورة يعني كورس أنا وإنت ونتدرب على الخيل العربية العصيلة وكيفية ركوب الخيل والله يا تركي فرصة حلوة وجميلة جدا مثل هذه الأماكن يعني نتذكر كد مقولة سيدنا عمرو خطاب علمو أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل وهذه فرصة الأكاديميات نتعلم ونعلم أكيد الأجيال هذا الأرث وهذا التاريخ العصيل العربي لازم ولله لو عندنا فرصة هاودنا نشوف تجربتكم الأولى تركي طيب يا مجاهد إن شاء الله وخصوصا اللي الزملاء هنا أصحاب المكان يقولون دورتك أنت مجاهد مجانية ترى مجانية هدية بس أمش يتجون أمس شفنا نواف رايح الباحة هو أكيد الجيد الجاي على الطائف وزورك والشرف شكرا تركي على التغطير الممتازة جدا والممتعة جدا من هذا المكان وجميل بفعل أن نعلم الأبناء ركوب الخيل وهذا جزء من تاريخنا وساطنا العربية ترجمة نانسي قنقر